كنت أستمع إلى مقطعين على قناة رسائل النور على اليوتيوب لأخ اسمه كنيته توران يتكلم بالعربية بخصها ويشرح من كتاب المثنوي العربي النوري للعلامة الداعية الكبير سعيد النورسي فقرت التنزه عن المكان الصفحة 365 من الكتاب الذي ترجمه إحسان صالحي فسوف إن شاء الله أنقل كل الأفكار لكن هذه الفكرة قال الإنسان من الناحية المادية الإنسان من الناحية المادية ناخذناه فقط ناحية مادية ليس له أي يعني قيمة مادية في الكون يعني إذا سحبنا الإنسان من الكرة الأرضية إذا سحبنا أي حيوان من الكرة الأرضية فسوف يختل التوازن البيئي ولكن لو سحبنا الإنسان من الأرض من العالم الأرضي فلن تتضرر الكائنات الأخرى أبدا بالعكس كل الفسال سوف يزول كل التخريب سوف يزول النباتات والحيوانات ستكون في خير حال إذا من الناحية المادية الإنسان هو ضرر لكن من الناحية الروحية أمر آخر سوف نبحثه لاحظة ترجمة نانسي قنقر